عن جابر بن عبد الله الأنصار عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخلا علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة اتيني بالكساء اليمان فغطيني به فأتيته بالكساء اليمان فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلعلأ كأنه البدر في ليلة تمامه الله صلى الله عليه وآله الله صلى الله عليه وآله الله صلى الله عليه وآله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسني قد أقبال وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إنا جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صلي على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرأة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إنا جدك وأخاك تحت الكساء فدنى الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي وشافع أمتي قد ذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسني علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو معا ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحبا لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقال السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لما أنسى لمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجسا وطهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمر منيرا ولا الشمس مضيئ ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكسار فقال الأمين جبرايل يا رغا ومن تحت الكسار فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطنة وأبوها وبعلها وبنوها فقال جبرايل يا راه أتأذن لي أن أحبطا إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعا قد أذنت أولا فهبط الأمين جبرايل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذنى لي أنا دخلا معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنتوا لك فدخل جبرايل معنا تحت الكسار فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البايت ويطهركم ويطهركم تطهيرا فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمعون من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبا فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمعون من شيعتنا ومحبينا وفيه مهمون إلا وفرج الله هم ولا مغمون إلا وكشف الله غم ولا طالب حاجة إلا وقض الله حاجة فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبا اشتركوا في القناة